دلوقتي مشاهدين بعد موجز الأهم الأخبار مع محمد شكرا جازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت تاجر نتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تكثيف مساعي المجتمع الدولي للعمل على وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة والانخراط في مصاري حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء الهولندي حيث أشار الرئيس السيسي إلى استمرار جهود مصر للدفع في اتجاه التهديئة ووقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية ولبنان كما تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر وأكد رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي مشيرا إلى استعداد مجلس النواب للانخراط في حوار البناء مع البرلمان الأوروبي وتطلع لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقة الشراكة المصرية الأوروبية استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج جابدر عبد العاطي منصق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نائب المنصق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي وذلك لبحث أبرز التطورات ذات الصلة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وأكد وزير الخارجية دعم مصر لجهود منصق الشؤون الإنسانية وخاصة في هذا التوقيت الذي يشهد فيه قطاع غزة كارثة إنسانية فادحة معربا عن إدانة مصر للإجراءات الإسرائيلية شمال قطاع غزة وكافة العراقيل التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بالإضافة لاستهدافها العاملين بالمجال الإنساني ومحاولة تقويض عمل وتصفية نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا حذرت رئاسة الفلسطينية من عواقب تصويت الكنسة الإسرائيلية على قانون ضد وكالة أونروا لغوث اللاجئين والفلسطينيين واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن قانون الكنسة بشأن أونروا يشكل خرقا للقانون الدولي واستفزازا للمجتمع الدولي بأسره مشيرة إلى أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للاحتلال في الجنوب اللبناني المحتل والشمال إسرائيل وأوضح حزب الله أنه قصف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفة بالصواريخ واستهدف شركة يوديفاد للصناعات العسكرية جنوب شرق عكة بمسيرة كما استهدف للمرة الرابعة تجمعا لقوات الاحتلال عند بوابة فاطمة برشقة صاروخية وتجمعا بين مستوطنتي المنارة ومرجليوث فضلا عن استهداف مستوطنة كريات شمونة جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تخصيص 530 مليون دولار لتسريع تطوير نظام الدفاع الجوي بالليزر المعروف بالشعاع الحديدي ليتمكن من اعتراض جميع القذائف التي يطلقها حزب الله أعلنت قوات الحوثي أنها نفذت ثلاث عمليات استهدفت سفنا في البحر الأحمر وبحر العرب موضحة أن الهجمات شملت ضربات بصواريخ باليستية استهدفت السفينة موتارو وفي البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقال يحيى السريع المتحدث العسكري لقوات الحوثي إنه تم استهدف السفينة ميرسك كولن في بحر العرب بصاروخ والسفينة مونتريال في بحر العرب بطائرتين مسيرتين وجهت الولايات المتحدة تحذيرا لإيران في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا نفذت أي هجمات أخرى على إسرائيل أو العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا جرانفلد أمام مجلس الأمن قالت إن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات دفاعا عن النفس ولا تريد أن ترى مزيدا من التصعيد مشيرة إلى أن ما حدث يجب أن يكون نهاية التبادل المباشر لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن قطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأرمان التاريخية تزامنا مع تنفيذ خطة لتطويرها وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي نفت الوزارة تلك الأنباء مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة وأن ما يحدث فقط هو عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية للحديقة دون المساس بأي من الأشجار التاريخية أو إضافة أي مباني دخيلة على الحديقة باعتبارها إرثا حضريا كبيرا وكنزا نباتيا هام انتهى موجز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر